طب هو ليه عمل الستة لما تطلق تفكرة الجوز تاني؟ طب ما تقعدت وتربي عيالها بقى وتسكت احنا نتجي الحلقة كده؟ اه طبعا على طول انت مش منحقك انك تعيش وتربي العيال ايه؟ ما كل الستات كده؟ ثانية واحدة اه انا عايزة ابتدي الاول الحلقة الحلوة دي وانتي لفسة احمر وانا بحبك وانتي لفسة احمر فانك يا مالي بكم جملة كده وانسيب المشاهدين يسرحوا فيهم قول بدون احكم بدون شروط تخيلوا الحياة هتبقى عاملة ازاي؟ لا صعبة صعبة؟ ده هو ده التوازن هتستني دي الايه؟ لو ناس ما عندهاش ضمير ثانية واحدة بس انتي شفتي الجملة انا قلتها انتي اكاني بيقولي استفتي قلبك لا انا قلتش كده خالص ابو تفرج على الموجود اه لا وبعد كده قول احنا حياتنا كلنا بنبوس بتبوس والصدمات كلها بتيجي من الاحكام المسبقة تتلات كلمات احكام مسبقة توقعات مسبقة شروط لأي حاجة شروط حتى عشانة بقى كويسة يعني أنا مش هخص غير لو عملت واحد اتنين ثلاثة أنا مش هتجوز غير عملت واحد اتنين ثلاثة أنا مش هتطلق غير عملت واحد اتنين ثلاثة أنا مش هشتغل غير عملت واحد اتنين ثلاثة أنا مش هحس بأنها محبوبة غير لو حصل واحد اتنين ثلاثة أنا مش مع أن الكلام ده بيجي من المثقفين تلاقي الناس البسيطة ده بقى الكابسولة لا تلاقي الناس البسيطة أمل إليك ما تشترطيش حتى على ربنا في حلمك شروطيش على ربنا حتى وانت بتدعي تلاقي الناس البسيطة فاهمة كلمة تريد للأسف ده بيجي من الثقافة الزيادة ان انا ببتدي اربط حاجة بشروط احنا الوقتي لو فصصنا الكلام اللي انا بقوله ده هنحل بيه او هنفسر بيه مشكلة الزوج ومشكلة مامته طبعا ومشكلة ابنه مشكلة القادة العرفية التي عملت ومشكلة القادة العرفية التي عملت وكل حاجة ما فيش شخص من ابطال المسرحية دي او القصة دي الا وعنده يعني تحدي او مشكلة او ترومة هي اللي بتحكم حياته باباها عنده ترومة ايه؟ اولا ثانيا فيه ثقافات يعني احنا عايزين نقسم المجتمع شرايح اه طب ما نقداش نساوي الكلام قلوه ده خاص بالمجتمع من الظروف اللي بعتت صاحبة القصة يعني ده مش هيحصل مثلا في مصر يعني في القاهرة مش هيحصل تقولك لو عدت العشرين وما تجاوزتش يبقى في مشكلة ما فيش حاجة اسمها كده دلوقتي البنات بيبقوا 35 و36 بقى ما استوارده بيبقى في مشكلة اما لما بتعدي تلاتين لا تلاقي صدقيني انا انا ابني مواريد 92 مش كل دفعته اتجاوزه بنات ولاد انا حديكي ابسط مثل في مجتمعي بالوقتي بدأنا نستوعب شوي وكل البنات عايزين كانوا يتخرجوا ويتفوقوا ويشتغلوا ويثبتوا ذاتهم ويلاقوا الشخص اللي حيكمل معا لان هم متعلمين كويس الحمد لله بيقروا عندهم ثقافة مطلعين نعم ومن حقي ان انا شوف وشوف وشوف واختار يعني اتفرج على زمايلي في الشغل اتفرج على زمايلي في مش عارف ايه واختار في الاخر اللي يملعيني ويرضيني وينفعني بالضبط كده شان ما رجعش احصل لنشوف قصة حقيقية اللي احنا ما نشوف ده تقرني بقى بنت متعلمة بشكل معين في بيئة معينة كده ببنت عيشة في ارياف ارياف اكدع ناسه على رأسنا كلنا بس ثلاث شهور خطوبة ولكن انه لا قبل المرحلة اللي قبل كده انه ابوها نرجع لابوها انه ابوها يجوزها 15 سنة ما هي البنت لازم تجوز في السنة ده ثانية واحدة دي جريمة دي جريمة جريمة يوعاقب عليها القانون نتج عنها ان ابنها ما عرفتش تكتب نسبه نتج عنها ان كل الزل اللي تزليته ده ملهاش حقوق ما كملتش تعلمها لانه العقد الجواز قانونا مش مش موجود فهم قصدي